أعزائي طلبة وطالبات شعبة الصناعات المعدنية أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المميز في بيتنا مدرسة والذي سوف نتناول من خلاله مراجعة مادة التخطيط وإدارة الإنتاج لتخصص تشكيل المعادن والسياق ويمكن مراجعة مادة التخطيط وإدارة الإنتاج بيحتاج مننا الدقة في قراءة ورقة الأسئلة أثناء الامتحانات وفي نفس الوقت حفظ القوانين الخاصة بمادة التخطيط وإدارة الإنتاج حيث أن تنقسم قوانين مادة التخطيط وإدارة الإنتاج إلى مجموعة من المساحات المسطحة والمجسمة سواء كانت أشكال مجسمة أو أشكال مسطحة بقدر أجيب مساحتها الكلية أو المساحتها الجانبية وفي نفس الوقت برضو هناك بعض الأشكال التي تحتاج إيجاد الحجوم لها وبعض الأشكال برضو ممكن يكون مدين التمن أو مدين الوزن بتاع الجزء ذات نفس إذن هنا في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج دايما بتمتع بقراءة الأسئلة جيدا ليه؟ عشان أعرف المواصفات الموجودة في الورقة الامتحانية الحاجة التانية والأهم من كده مواصفات الرسمة ذات نفسها الرسمة اللي عندي أباجورة أبليك ناجفة أي جزء من الأدوات المنزلية كل الحاجات دي بتبقى بالنسبة لمهمة جدا ليه؟ عشان خاطر حطة الصمك والكسافة الصمك هو اللي بيحكمني لما جاء شطة بالمؤيسة بعد كده ببقى مرتبط بالسمك وكسافة المعدن والسمن وبعد كده ببقى مرتبط أيضا بحساب أجور العمال ونسبة الأرباح والعمر الافتراضي للآلات والمصاريف النسرية والسمن النهائي للمنتج كل الحاجات دي بتبقى موجودة بالنسبة لي في قلب ورقة الأسئلة فلازم أقرى ورقة الأسئلة جيدا قراءة ورقة الأسئلة جيدا بتساعدك على إتمام عملية الحل بمنتهى اليسر والسهولة وفي نفس الوقت بتوفر لك أكتر من 25% من التعصر عند قراءة أو عدم قراءة بعض الأسئلة اللي موجودة في ورقة الامتحان إن شاء الله سوف نتناول في هذه الحلقة مراجعة لإبليك مصنوع من النحاس الأسفر والإبليك ده بيعتبر شامل لكل القوانين اللي موجودة عندنا وفي نفس الوقت إحنا عملنا عملية ربط مهمة جدا ما بين مادة الرسم وما بين مادة التخطيط وإدارة الإنتاج ويفضل دايما العمليات والخامات والمعدات المستخدمة كل الحاجات دي بحيث أنك أنت شغال على منتج تم عليه جميع هذه المراحل وفي نفس الوقت استخدمت فيها هذه الخامات اللي هي موجودة يبقى هنا مهم جدا أن أنا أتعرض لإبليك بيعتبر لام وشامل لمراجعة مادة التخطيط وإدارة الإنتاج تعالوا بعد كده بقى نشوف وصف الإبليك ذات نفسه بيقول لي إيه الرسم الموضح أمامك عبارة عن إبليك حائط مصنوع من النحاس الأصفر سمك واحد ملي كسفته تمانية وواحد من عشر جرام على سنتي تكعيب سمن الكيلو ستة وستين جنيين ممكن بقى في حتة سمن الكيلو ده البعض يقولك أن أن سمن الكيلو ده يعتبر مثلا قليل وصل الكيلو دلوقتي لمتين جنيه وثلثمت جنيه وحاجات زي كده كل الكلام ده دي بتعتبر من ضمن بعض الموضوعات الموجودة في الكتب فسواء كان السمن بستة وستين أو السمن أكتر من كده فما بتفرقش معنا اللي بيفرق معنا دايما بنود المؤيسة بعد كده بيقول لي أولا المواصفات ودي لابد من قراءته جيدا استوانا قطرها تمانية وتمانية من عشر سنتي عليها زخاري فروبوسي 24 جزء وارتفاعها بيسوي 9 سنتي اتنين عدد اتنين سلك قطاعه نصف دائره قطر 4 من 10 سنتي وقطر السلك الداخلي 8 و 8 من 10 تلاتة منشور ذو إثنى عشر دلعا طول دلعه 5 من 10 سنتي وارتفاعه 2 و 4 من 10 سنتي اربعة سلك قطاعه مربع طول دلعه 3 من 10 سنتي ملفوف حول المنشور ذو الإثنى عشر دلعا بعد كده بيقول لي رقم 5 جزء مجموع على مخرطة قطر فوهته 3 و 4 من 10 وقطر قاعدة الصغرى 1 و 4 من 10 وارتفاعه 2 و 1 من 10 6 جزء مشكل من مخلوط ماقس مسمط قطر قاعدة الكبرى 1 و 2 من 10 سنتي وقطر قاعدة الصغرى 6 من 10 سنتي وارتفاعه 7 من 10 سنتي بند رقم 7 منشور رباعي مسمط طول دلعه قاعدة 2 و 3 من 10 سنتي وارتفاعه 1 و 7 من 10 سنتي مفرغ منه سقب قطره 8 من 10 8 جزء مجموع على المخرطة قطر فوهته 2 و 4 من 10 وارتفاعه 5 من 10 سنتي 9 مخلوط ماقس قطر قاعدة الكبرى 3 سنتي والصغرى 2 سنتي وراسمه 5 و 3 من 10 سنتي بند 10 نصف كرة مفرغة قطرها 1 و 4 من 10 11 كرة مسمطة قطرها 9 من 10 12 منصور قطرها 8 من 10 وارتفاعها 5 و 2 من 10 سنتي 13 منصور سداسي طول دلعه قاعدة 1 و 6 من 10 وارتفاعه 1 و 1.5 سنتي 14 سمن القاعدة الواحدة 4 جنيه بعد كده بيقولي المطلوب بقى يعني هنا لما احنا اتكلمنا او قرينا الجزء اللي هو كان موجود من بند رقم 1 لبند رقم 14 يمكن انا هتطلق الرسمة كمان جنب المطلوب دي على اساس انك انت تعرف ان الرسمة دي ممكن تشوفها كده في الاول تقول ان الرسمة دي سهل وبسيطة واي حد يبص علي يقولك ده ابليك لكن ما هي مكونات الابليك ما هي الاجزاء التي يتكون منها الابليك وعن طريق التركيب الصناعي قدر تجمع اجزاء بعضها مع بعض والابليك ده مش حتة واحدة ده مجموعة من الاجزاء جزء مجموعة استوانة منشور سوداسي منشور زوقسنا عشر دلعا قرص دائري مسورة كل الكلام دوت موجود في الابليك كل حتة من الابليك تم صناعتها سواء كان بطريقة الانفراد او بطريقة الجمع على المخرطة او بطريقة الكابس كل الحاجات دي تمت وتم تجمعها لغاية موصلنا لشكل الايه الابليك يبقى المقصود في الموضوع ده كله ايه ان التصميم الذي تم تصميمه اللي هو بيسموه الماستر بيس اللي هو بيعتبر الشكل الاساسي بالنسبة لنا بيعتبر ده اللي هشتغل عليه سواء كان تم تنفيذه على الورق ثم تم عمل الانفرادات والتفصيلات الخاصة به ثم تحول بعد ذلك الى مجسم من النحاس من الفضة من الدهب من الالمونيوم من الاستلس انا لا يشغلني الخامة التي يصنع منها الايه الابليك بقدر مكونات اجزاء الابليك وكيفية ايجاد مساحتها وكيفية ايجاد الحجوم للاشكال المسمطة ثم بعد ذلك تم عملية الايه التشطيل يبقى احنا قرينا من واحد الاربعتاشر دي مجموعة اجزاء كل جزء من الاجزاء دي هناخده نقدر نشتغل عليه ونحل جزء جزء لغاية ما نوصل الى نهاية المؤيسة تماما هنا بيقول لي بقى ايه المطلوب وده المهم واحد ايجاد المساحات والحجوم اللازمة وايجاد الوزن لعدد خمس نمازج من حساب ثمن الخام يبقى هو عايزني اصنع خمس نمازج من الابليك ده بيقول لي طيب عشان انا صنعه بيقول لي قام بتنفيذ النمازج عدد ثلاثة عمال الاجر اليومي للعامل خمسين جنيه في خلال يومين بعد كده المصاريف النسرية من ثمن الخام بنسبة اتناشر في المية بعد كده الثمن النهائي من ايجاد ثمن تكلفة النمازج يبقى هو هنا في المطلوب بيحدد لي حاجة مهمة جدا ايه هي هو عايز مني المساحات خلاص هنجيب المساحات لكل شكل على حد وده بتعتبر من ضمن الحاجات المهمة جدا طيب في نفس المطلوب برضو ولذلك احنا بنوضح الحتة دي توضيح جيد ليه؟ لان في بعض الطلبة ما بيبصش لحتة المطلوب في بعض الطلبة بيبقى عنده يقولك انا يعني لو ربنا كرمني وقدرت احل البنود تمام ومش مهم حتة المطلوب لكن في بعض الطلبة المميزين ايضا اللي هو بيبقى عايز يوصل الى الجزء النهائي للمؤيسة وبيبقى متأكد من كل رقم بيكتبه على اساس ان عمليات التشطيق بالنسبة له بتكون ايه؟ سليمة طيب هو هنا قال لي انا عايزك تصنع خمس نمازج من الابليه خلص يبقى انا كده اجيب ثمن واحد واضربه في خمسة اجيب ثمن واحد واضربه في عشرة اجيب ثمن واحد واضربه في مية زي ما انا عايز اول ما اوصل لثمن الخام على طول اروح جاي ايال له ان ثمن الخام لعدد النمازج ليه؟ ما اقدرش اوصل لحتة حساب اجور العمال واضرب في خمسة هنا هيبقى لو هما اتنين عمال يبقى انا محتاج عشر عمال لكن هو بيقول لي ان الاثنين عمال هما اللي صنعوا الخمس نمازج يبقى انا اضرب عدد النمازج امتى؟ عندما اصل الى ثمن الخام اقول له على طول ثمن الخام في عدد الايه؟ النمازج وبعد كده اجيب بقى حساب اجور العمال لوحده ليه؟ لان هما عاملين هما اللي قاموا في خلال يومين بصناعة الخمس ايه قبله ودي مهمة جدا عشان خطر ما يجيش حد بعد كده اقول لي ايه؟ ده نيجي نوصل للثمن النهائي وبعد كده نروح جايين ضربين في خمسة على طول لا ده انت بص تلاقي نفسك ايه؟ ضربت العمر الافتراضي للآلات في خمسة بعد كده ضربت نسبة الارباح والمصاريف في خمسة حساب اجور العمال في خمسة بص تلاقي نفسك رحت الرقم مختلف تماما عن الرقم المراد تحقيقه او مراد تنفيزه او استخدامه للإبليك الايه الواحد ودي مهمة جدا ولذلك احنا بنركز عليه تعالوا بعد كده بقى نروح لبند رقم واحد بيقول لي ايه؟ استوانة قطرها 8 و 8 من 10 ما نقرتها في المواصفات بس بنحطها مع كل بند عليها زخارف ربوسي 24 جزء وارتفاعها 9 سنتي اجا اقول له على طول المساحة الجانبية للإستوانة بتساوي محيط القاعدة في الارتفاع يبقى طه قاف في عين بتساوي 22 على 7 في القطر اللي هو 8 من 10 في 9 اللي هو الارتفاع بتساوي 248 سنتي متر لكل ايه تربية وهنا الإستوانة بتعتبر من ضمن الأجسام المنشورية ولذلك بنأكد أن الأجسام المنشورية قانونها سابت المساحة الجانبية لأي جسم منشوري بتساوي محيط القاعدة في الارتفاع أو مساحة الوجه في عدد الأوجه وفي الآخر الوجه هيطلع عبارة لو هو مجسم هيطلع في النهاية مستطيل والإستوانة ذات نفسها لو أنا فردتها تبقى عبارة عن ايه؟ عن مستطيل يبقى مهم جدا أن في الأشكال المنشورية أبقى عارف جميع الأشكال المنشورية بداية من المنشور الرباعي الخماسي، السلاسي، السداسي، السباع، السماني المساحة الجانبية لهذا الشكل بتساوي محيط القاعدة في الايه؟ في الارتفاع طب إيه المشكلة يا مستر في الحتة دي؟ محيط القاعد مرة محيط القاعدة يبقى مربع مرة يبقى مسلس مرة يبقى مخمس طبعا كل الكلام ده أنا عارف محيط المربع بيساوي طول الدلع في أربعة لو مستطيل بيساوي طول زائد العرض في اتنين لو مخمس بيساوي طول الدلع في خمسة لو مستدس بيساوي طول الدلع في ستة كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي مهمة طوي لو أنا جبت المحيط بقى أضرف في الارتفاع بتاعي يبقى أنا جبت المساحة الايه؟ الجانبية ما هي المساحة الجانبية؟ هي مساحة الشكل دون وجود قاعدة عليا وقاعدة ايه؟ صفلة عاملة زي المسورة بالزبط اللي أنا ببص فيها من الناحيتين ببص لقيها مفتوحة من الأمام ومفتوحة من الايه؟ من الخلف ده اسمها الشكل الجانبي أو المساحة الجانبية المساحة الجانبية كأنك قدام منك كوبية شيء بالزبط وتم نزع القاعدة الصفلية لها أصبحت عاملة زي ايه؟ زي المنشور الاستواني بنفس الشكل كده ليس له ايه قاعدة طب وإذا أضيفت القاعدة للاستوانة مش هتسمى بقى هنا مساحة جانبية تسمى المساحة الكلية إذا المساحة الكلية هنا هي هتساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة برضو هتبقى موجودة المساحة الجانبية طب لو فيه تفريغ وفيه مساحة كلية برضو هتساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة ناقص التفريغ الايه؟ الموجود طب إيه المقصود من الكلام ده كله؟ أن القوانين ثابتة للأشكال المنشورية مهما كان شكلها وفي نفس الوقت مهما كانت العمليات الصناعية التي تم التنفيذ عليها عملت تفريغ في قاعدة ركبت قاعدة ركبت نص قاعدة شلت من الأوجه بعض التفريغات كل الكلام ده بيستخدم بعد كده حسب القانون الأساسي للمساحة الجانبية أقول له المساحة الجانبية بتصوم حيث القاعدة في الارتفاع ثم بعد ذلك أجيب المساحات المفرغة من كل وجه وأضربها في عدد الأوجه وأطرحها من المساحة الجانبية الأساسية أقدر من خلالها أحصل على المساحة الصافية لأي جزء من الأجزاء اللي موجودة عندي ولذلك أنا حبيت أوضح الحتة دي توضيح جيد على أساس أن أنا أقول لك في النهاية أن القوانين توابط لا يمكن تغييرها لازم لما تيجي تحفظ كده المساحة الجانبية لأي جسم منشوري بما فيهم الأسطوانة بتصوم حيث القاعدة في الارتفاع ما هو المتغير في هذا الجزء؟ القاعدة هي التي تكون متغيرة في هذا الجزء وأيضا لو هناك تفرغات ممكن التفرغات ممكن أخصمها ولكن في النهاية من اللي ثابت المساحة الجانبية للأي للشكل؟ تعالوا بعد كده نروح لبند رقم اتنين بيقول لي عدد اتنين سلك قطاعه نصف دائري تمام قطره أربعة من عشرة وقطر السلك الداخلي تمانية وتمانية من عشرة يبقى هنا حجم السلك بيساوي مساحة المقطع في المحيط المتوسط مساحة المقطع بتساوي نصف طه نقة ايه تربيع ليه قال لي نصف طه نقة تربيع لأنه هو بيقول لي ان السلك قطاعه نصف دائري يبقى بيساوي نصف في النسبة التقريبية اتنين وعشرين على سبعة في اتنين من عشرة في اتنين من عشرة اللي هي تعتبر نصف قطر السلك اللي هو كان قطره بيساوي كام اربعة من عشر تطلع باتنين وستين من ألف سنتيمتر لكل ايه تربيع بعد كده بقى اقول له المحيط المتوسط بيساوي المحيط الداخلي زائد المحيط الخارجي على كام على اتنين المحيط الداخلي هو عبارة عن جزء دائري طب والمحيط الخارجي برضو عبارة عن دائرة يبقى ممكن اخذ النسبة التقريبية واختصرها للاتنين وفي النهاية عملية الاختصار بالنسبة لي هتكون سهلة وميسرة يعني معنى كده اقول له النطا مضروبة في القطر الأكبر زائده القطر الأصغر على كام على اتنين يبقى اقول له على طول اتنين وعشرين فيه تمانية وتمانية من عشر رائل القطر الأكبر زائد تسعة وتنين من عشر اللي هو القطر الأكبر الخارجي يبقى الداخلي تمانية وتمانية من عشر والخارجي تسعة وتنين من عشر ممكن حد بقى يسأل يقول لي طيب التسعة واثنين من عشرة دي جيت منين اقولك جيت بمنتهى السهولة هو السلك كان قطره كام كان قطره اربعة من عشرة وهو عبارة عن نص قطر يعني يعتبر نص ايه دايرة كأنك جبت برطوانة كده وقسمتها نصين بقى دا نص ودا نص او طفاحة وقسمتها نصين اي جزء دايري او كرة قدم وقسمتها نصين بقى دا نص ودا نص اذا هنا لما بيكون القطر الداخلي تمانية وتمانية من عشرة وانا جيت روحت جاي مزود النحية دي اتنين من عشرة اللي هو نص القطر ومن نحية دي اتنين من عشرة اللي هو نص ايه القطر يبقى الداخلي تمانية وتمانية من عشرة والخارجي بالنسبة لي بيساوي تسعة وتنين من عشرة اللي هي تمانية وتمانية من عشرة مجموعة الاربعة من عشرة اللي هي الزيادة من النحية اليمنى وزيادة من النحية اليسرى يبقى ده يعتبر القطر الايه الخارجي يبقى هنا لو انت لابس دبلة في ايدك حتى وحبيت تبص عليها هبصت لقيها الدبلة من الداخل كده ده بيعتبر بالنسبة لي القطر الداخلي ومن بره ده بيعتبر بالنسبة لي القطر الايه الخارجي طب ما فيه بينهم وبين بعض سمك الايه المعدل اذا لابد من جمع السمك على القطر الخارجي يبقى القطر الداخلي 8 و 10 والقطر الخارجي بيسوي 9 و 2 من 10 طب هل الكلام دوت في الدايرة بس لا موجود في المربع وفي المستطيل بجمع القطر الداخلي والقطر الايه الخارجي زي بالزبط كده واحد لو لابس تربوش على رأسه طيب الجزء اللي لبس في الرأس ذات نفسه ده ده يعتبر بالنسبة للقطر الايه الداخلي طب وسمك التربوش بقى من بره ده بيعتبر بالنسبة للقطر الايه الخارجي ما بينهم وبين بعض حتة السمك اقدر اجمعها في وخاصة في الاسلاك لان ده بتعتبر مهمة جدا 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 طب ليه مهمة احنا ما بنبصش على ان الاسلاك بتاعتنا بتبقى مصنوعة من النحاس الاصفر بس لا ممكن تكون مصنوعة من الزهب ممكن تكون مصنوعة من البلاتين ممكن تكون مصنوعة من الفضة فعملية الحسابات بتاعتها لابد ان تكون دقيقة جدا طيب ايه ايه الوجه الدقة فيها اقولك وجه الدقة فيها لو انا ما عملتش الحسابات بتاعت السلك بتاعتي بالطريقة المزبوطة ممكن اقع في خطائين ايه هم الخطائين اللي ممكن اقع فيهم اول حاجة ممكن السلك يكون مؤثر معايا لما جالفه ابص الاقي فيه عملية تأثير في النصف فما ينفعش فيها حتة اللحاج يبقى هنا السلك اثناء عملية اللف غير مكتامل المسافة طيب دي نقطة نقطة تانية ممكن الحسابات بتاعتي تكون خاطئة السلك ذات نفسه ييجي زيادة يبقى هنا لو عملت لو انا قصت الزيادات يبقى انا عملت اهدار للخامة وان كانت غالية من السماء اذا هنا لابد من حسابات قطر السلك الداخلي والخارجي حسابات دقيقة جدا على اساس ان انا لما اجي اقطع او اقيس بمايكرومتر القياس قياسات دقيقة جدا اروح جاي عند النقطة المحددة وقدر اعمل عملية الايه القطع المهمة جدا بالنسبة للايه للسلك ولذلك انا حبيت اوضح الحتة دي على اساس ان احنا لما يجينا سلك دايما نجيب مساحة السلك او مساحة المقطع في المحيط الايه المتوسط بتكون ادق واعم في الاطوال بتاعتها على اساس ان انا احصل على الطول الايه المطلوب بعد كده نرجع للحجم الحجم لعدد اتنين سلك بيساوي اتنين وستين من الف اللي هي تعتبر مساحة المقطع فيه تمانية وعشرين وثمانية وعشرين اللي هو الطول بتاعه فيه اتنين اللي هما العدد بتساوي تلاتة ونص سنتي الكل تكاين بعد كده بنروح لبندي تلاتة منشور ذو اثنى عشرة دلعا طول دلعه خمسة من عشرة وارتفاعه اتنين واربعة من عشرة سنتي المساحة الجانبية بتساوي محيط القعدة في الارتفاع المتوسط ضاد في اثنة عشر في الارتفاع يبقى خمسة من عشرة في اثنة عشر في اثنين واربعة من عشرة بتساوي أربعة واربعة من عشرة سنتي لكل تربيع لو انت بصيت معايا على حتة المنشور ذو اثنى عشرة دلعا لما احنا اتكلمنا في الاول في المؤيسة كنا بنتكلم عن الاستوانة طب ما الاستوانة كانت عبارة عن منشور شوف الاستوانة اللي هي الدايرة دي منشورية برضه لكن لو بقى لها قاعدة كبيرة وقاعدة صغيرة بقى بالنسبة لمخروض وفي نفس الوقت تشوف وصلنا لإيه وصلنا لمنشور ذو قصنا عشرة دلع عن 12 دلع ممكن يكون 18 ممكن يكون 20 ممكن يكون 100 لكن هنا في الاول وفي الاخر إيه برضه المساحة الجانبية بتاعته بتساوي محوط القاعدة في الايه في الارتفاع يبقى انا الارتفاع بتاعي ولذلك في حاجة مهمة جدا بنحب نوضحها للطلبة ان مردود المؤيسة او راجع المؤيسة يعود دائما الى الاشكال المستطيلة او الاشكال الايه الدائرية وبرضه الدايرة بتتقطع من المستطيل او ايه او مربع ليه بقولك الكلام ده لان انت اصلا لما بتيجي دلوقتي بتحسب خامات اي مؤيسة بتنزل تشتري لوح من النحاس او لوح من الفضة او لوح من الاستلس او لوح من الذهب كل الحاجات دي بتشتريها عبارة عن الواح ثم بعد ذلك تجرى عليها عمليات التفصيل اللي انت عايزها وتقطع بقى منها لو انت عايز تعمل استوانة بتقطع منها الارتفاع بتاعها في طول استوانة بتساوي طول الضلق في نفسه لانه مربع يبقى 3 من 10 في 3 من 10 بتساوي 9 من 100 سنتيمتر لكل تربيع بعد كده طول السلك بيساوي محيط الجسم الملفوف حوله الايه السلك اذا بيساوي ضد في 12 بتساوي 5 من 10 في 12 بتساوي 6 سنتيمتر الحجم بيساوي 9 من 10 في 6 بتساوي 54 من 100 سنتيمتر لكل ايه تكعي يبقى هنا الجزء ده بالنسبة لي بابقى عارفه ليه هو هنا في الاول عمل ايه على اساس ان احنا نبقى واضحين هو قال لي ان السلك فيما معناه ملفوف حوالين المنشور زو 12 دلعا زي بالزبط ايه كأنك لبست حزام الحزام ده بيجيب القطر الداخلي والخارجي للجسم طب انا احسيبه ازاي زي الراجل اللي بيفصل بالزبط بيفصل بانطلون بيمسك المزورة ويعود اس بيه هنا هو قال لي ايه قال لي ان السلك ذات نفسه ملفوف حوالين مضلع زو 12 ايه ضلعا طب هو مش مدينه طول السلك طب اعمل ايه بقى لازم اجيب طول المضلع اللي هي بيعتبر محيط القاعدة بتاعته اللي هو ضاد في عدد الاضلع فكان الضاد بكام بخمسة من عشر طب وعدد الاضلع كانوا كام اتناشر يبقى نص في اتناشر يبقى طول المضلع كله كان كام كان ستة لان الضلع بتاعه نص سنتي حاجة صغيرة خالص بتبقى سيمبل وبسيطة في اشغال الايه المعادن بتبقى ريبة لشغل الروبوسية بتبقى في نفس الوقت بتدي تكعبات للشكل ذات نفسه بتكون جميلة الشكل كل الحاجات دي بتوع رغم النهية بتبقى صعبة في عملية التانية طبعا ما تتنو نص سنتي او تعمل عملية التانية كذا مرة للمنشور بتبقى بالنسبان صعبة ولكن هناك بعض المعدات الحديثة زي الشغل بالاستنباط والكلام ده كله بقى بتعتبر بالنسبان سهلة او شغل المكن اللي هو الحديث ممكن تديله الشريحة بالاطول بتاعتها يطلعها لك بنفس المأزات زي ما كانت عمل السلسل بالزبط اللي بترك فيها سلك من ناحية تاني ناحية تاني بتكعلك سلسلة طبعا بتمر بمراحل داخلية من الداخل لا ترى بالعين المجردة ولكن بتمر بعملية القطع وبتمر بعملية التركيب واللف والدوران واللحم والغسيل والتشطيف والتلميع كل الحاجات دي كلها بتتم داخل مكان ايه واحدة اذا هنا حتة المنشور لو قسنا عشرة دلعا لو هو طول دلعا بالنسبان لنص سنتي برضو بيعتبر مش مش صغير اوي لو فيه مناشير بتكون اقل من كده بكتير اذا هنا بعد كده روح تجاي جاي بطول السلك ده رفته في مساحة المقطع بتاعته رح جاي مديني حجم الايه السلك وده مهم جدا الاسلاك حجوم الاسلاك حجوم لا ما فيش ما فيش فيصل في الكلام ده اي سلك بيعتبر حجم اي جزء مسمط بيعتبر بالنسبة لحجم اي جزء مفرق بيعتبر بالنسبة لأيه مساح بعد كده نروح لبند خمسة بيقول لي جزء مجموعة على المخرطة قطر فوهته 3.4 من 10 سنتي وقطر قاعدته الصغرى 1.4 من 10 سنتي وارتفاعه 2.1 من 10 سنتي هنا في الاجزاء المجموعة لابد من رسمها او لابد من تخيلها ليه؟ حتة التخيل للاجزاء المجموعة دي بتكون مهمة جدا هو هنا بيقول لي ايه بقى؟ ودي بتعتبر من ضمن الحاجات الاساسية جدا اللي المفروض ان احنا نركز عليه نركز عليها ازاي؟ انا جالي جزء مجموعة جزء المجموعة ده عشان اقدر اوضحه وفي نفس الوقت يكون واضح بالنسبة لنا لابد ان انا اتخيله ليه اتخيله؟ احنا خدنا 3 حاجات دلوقتي خدنا الاجسام المنشورية خدنا الاسلاك باشكالها وقطعاتها المختلفة خدنا النص دايرة خدنا المربع وصلنا للجزء المجموعة والحاجات دي لا تخلو من اي مؤيسة لو انت بصيت على المؤيسات من اول مؤيسة واحد لغاية مؤيسة 38 او 28 او 40 او المؤيسات اللي هي بيتم تنفيذها في الخمس سنوات او الثلاث سنوات بص هتلاقي كل مؤيسة لا تخلو من الاجزاء المجموعة ولذلك المفروض ان انا بقى اعمل بقى النفسي رف كده رف تعليمي ايه هو الرف التعليمي؟ ان انا حط على الرف الاولان المناشير واعرف المناشير دي مساحيتها الكلية والجانبية بتسوي ايه بعد كده هروح جاي حاطة اه الاسلاك اللي هي الحجوم احط اشكالها بالنسبالي بعد كده احط الاجزاء المجموعة بعد كده احط الاجزاء المسموعة بعد كده احط بالنسبالي اه القواعد لو الاعدة مثلا مصنوعة من اللدائن وحاجات زي كده كل الحاجات دي بحطها في الاعتبار بالنسبالي او الاشكال الهرمية برضو بحطها على الارف بالنسبالي اذا هنا لما نجد اتعرض للمناشير خلاص بقت سابتة ما نتعرض للأسلاك سابتة اما نتعرض للاجزاء المجموعة سابتة ما نتعرض للاشكال الهرمية بما فيهم المخروض برضو سابتة كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبالي ايه سواب هنا بيقولي الجزء المجموع الجزء المجموع هو عبارة عن جزء مجموع له قاعدة وهمية وقاعدة حقيقية يعني بالزبط شرحناها قبل كده في المؤيسة السابقة عاملة بالزبط زي الطبق اللي انت بتاكل فيه الطبق ده لو انت بصيت عليه لو هو مصنوع من الالمونيوم او من الستالس او او اي شكل هو كان في الاصل عبارة عن قرص دائري قرص دائري تم حسابه بالطرق الدقيقة حتى وصل الى قطر الفوهة المطلوبة انت طبعا عارف ان الطبق ممكن يبقى له قاعدة صغيرة بعد كده يبقى واخد انبعاد كده وبعد كده يبقى واخد جزء عامل شفة البرة الجزء ده كله لو انت جبت مطرقة او جبت حطيته تحت تناية ابصت ليه بقى عبارة عن قرص ايه دائري ولذلك الاجزاء المجموعة بقيت تباع في الاسواق دلوقتي اقرص دائريا لها اقتر معينة انا بروح اقول له عايز اعمل كباية قطرها كذا يروح جاي مديني الاقرص بتاعتها عايز اعمل مجموعة من الاطباق كذا يروح جاي مديني الاقتر ايه بتاعتها ليه على اساس ان ما يبقاش فيه نسبة اهضار للخام بنسبة عالية عكس بقى ما تجيب اللوح النحاس او الصاج او السلس وتقعد تقطع منه وتجيب البرجل وتقعد تعمل مقاسات وتقطع وممكن ما تبقاش المقاسات بتاعتك دقيقة يبقى فيه تهدير للخامة ذات نفسها ولكن كل ده حتى الخام المهضر يمكن اعادته مرة تانية وتصنيعه مرة تانية في صورة الواح لما احنا بنجمع الخردة من الحاجات دي كلها او بنستخدمه روسايكل في اي حاجة اذا هنا بالنسبة لي مهم ان انا اعرف الاجزاء الايه المجموعة طب الاجزاء المجموعة هنا كلها سبت مساحة اي جزء مجموع مهما كان شكله سواء كان له قاعدة او ليس له قاعدة او له قاعدة والتساع واكتر من التساع كمان يعني ممكن يكون اتساع على مراحل اذا كل ده في الاول وفي الاخر بنقوله ان هو بيساوي بساحة دارة بتساوي طهنق تربيع ويمكن انا شرحتها مرارا وتكرارا قلتلك تخيل ادرة الفول دي اللي هي موجودة على عربية الفول ذات نفسها لو انت بسيت على ادرة الفول دي بحجمها وبشكلها الضخم وان هي فهم بعاك ثم بعد ذلك تنتهي بفواها ضيقة كل دي عبارة عن قرس دائري تم جمعه اما على سندال باستخدام مهارة خاصة للعامل او استخدمت بعض الماكينات او المكابس الحديثة في عمل هذا الجزء ولذلك كنت تبصت لاقي ايام زمان كان فيه بعض التشوت اللي هي بتاعت التشت اللي هو بتاع الغسيل ده كنت تبصت لاقي مصنوع من الالمونيوم قطره كبير طب القطر ده برضو عبارة عن دائرة برضو في نفس الوقت لو انا عفردته هيديني شكله قرس ايه دائري اذا هنا الاجزاء المجموعة مساحتها دايما بتساوي طه نقل كل ايه تربيع يبقى نرجع بقى للبند تاني بيقول لي مساحة الجزء المجموع بتساوي طه نقل كل تربيع يبقى مساحة الجزء المجموع بتساوي طه نقل تربيع نقل بتساوي طول الخط الف و زائد بيه ده زائد نصل قطر الاعداء الف و هنا بجيبه بإستخدام نظلية فيسا غرص اذا بيساوي الف جيم تربيع زائد بيه جيم تربيع بيساوي اتنين واحد من عشر كل تربيع زائد واحد لكل تربيع بيساوي اربعة وربعة من عشر زائد واحد تساوي خمسة واربعة من عstell تطلع بإثنين و thếلاتة من عشر إذا النقطة تلعب بكام بتلاثة وثلاثة من عشر بجمع عليها بقى نص القطر اللي هو كان بيساوي واحد واربعة من عشرة طلع نصه بيساوي سبعة من عشرة يبقى أقول له على طول اثنين وتلاثة من عشرة زائد سبعة من عشرة يطلع نص القطر كله بيساوي تلاثة سنتي بساحة الجزء المجموع بتساوي نص في تلاثة في اثنين وعشرين على سبعة بتساوي 38 وتمانية وعشرين يبقى هنا في الحتة دي قدرنا نقدر نجيب مساحة الجزء المجموع نيجي بعد كده لمخروط ناقص مصمت قطر قاعدة الكبرى 1.2 من 10 سنتي والصغرى 6 من 10 سنتي وارتفاعه 7 من 10 يبقى أنا أقول له على طول حجم المخروط الناقص المصمت بيساوي 3 طه عين افتح قوس نق 1 تربيع زائد نق 2 تربيع زائد نق 1 في نق ايه اتنين ويمكن كان المخروط المصمت ده من ضمن الاشكال اللي كانت بالنسبة لنا بتكون صعبة يعني ايه بتكون صعبة تحس ان القانون بتاعه كده كبير يعني لما تيجي تبص على المخروط الناقص كده تبص تلاقي الشكل بتاعه كبير او القانون القانون بتاعه بيقول ايه طلط طه عين يعني طلط مضروبة في النسبة التقربية في الارتفاع الارتفاع بتاعه ايا كان بقى الارتفاعه المخروط النقص ده عبارة عن ايه عبارة عن مخروط نقص له قاعدة صغرى وله قاعدة ايه كبرى يعني احنا في بعض الاجسام بتاعت الموازين كده تبص تلاقيك كيلو واخد نسبة انحراف بسيطة كده ده عبارة عن ايه عن مخروط او عبارة عن هرم يعني المخروط ده حاجة ايه لها قاعدة كبيرة ولها قاعدة صغيرة ومسمطة كأنك بالزبط ايه عايز اوضح لك حتة المخروط النقص دي كأنك بالزبط بريت ألم بالبراية ورحت جاي كسر السن بتاعه بص على الحتة بقى المبرية دي ذات نفسها الحتة بتاعت السن اللي فوق دي تعتبر بالنسبة للقاعدة الصغيرة ولو جت بصت على الحتة اللي تحت دي تعتبر بالنسبة للقاعدة الايه الكبيرة وفي نفس الوقت مسمطة يعني ما هيش مفرغة ده بسميه حجم المخروط المسمط اللي هو بيسوي ايه بقى طل مضروبة في طه النسبة التقريبية في الارتفاع اللي هو عين الجزء ده لوحده على جنب كده طب بعد كده بقى قال لي فتح قوس طب لما فتحت قوس يبقى الجزء اللي برا ده كله مضروف كل اللي في القوس جوه طب عايز مني ايه في القوس عايز مني نق تربيع نق واحد تربيع اللي هي القاعدة الكبيرة زائد نق 2 تربيع ليه القعدة الصغيرة زائد نق 1 في نق ايه اتنين زائد ان انا ادرب القعدة الكبيرة في القعدة الايه الصغيرة كل ده داخل الايه القوس لو انت بقى طالب بتتميز بحطة الزكاق ودي بتبقى موجودة عندنا دايما في الطلبة اللي هم بيقون ميازين وخاصة في بعض المواد الرياضية بيعمل ايه بيتخلص من كل جزء الجزء الاولين اللي قبل القوس اضربهم في بعض طب وجزء التاني اللي جوه القوس اروح جاي جاي بالتربعات بتاعتهم وفي نفس الوقت اروح جاي مجمعهم كلهم مع ايه مع بعض بعد كده اضرب اللي برا القوس في اللي جوه القوس احصل على النتج المطلوب لكن انك انت بقى تقعد تقول ايه تلت في طه في عين افتح قوس نق واحد تربيع زائد نق دخلت عمليات الجمع مع الاسم مع الضرب وكله مع بعضه لو انت بتستخدم الى حديثها ببصها تلاقي بالنسبة لك الدنيا بالنسبة لك الدنيا سهلة لكن انت لو بتستخدم الى ما فيهاش بعض المميزات دي ببصها تلاقي ان الى بتطلع لك ناتج تاني خالص ولذلك احنا عشان نخلص من الموضوع ده بقولك اخلص من الجزء الاولين الاول بعد كده ما بين الاقواس ابدأ اخلص منهم واضرب الاتنين في بعض تحصل على النتج المطلوب تعالى نشوف الكلام ده بقى كده بالنسبة لنا بيقول لي طلت في 22 على 7 في 7 من 10 ادي الجزء الاولين يهو بعد كده الجزء التربيعي لـ 6 من 10 زائد 3 من 10 زائد 6 في ايه في 3 يبقى جاوله على طول يبقى طلت في 22 على 7 في 7 من 10 الـ 6 من 10 دي بقى 36 زائد 3 في 3 بتسعة زائد 3 في 6 بـ 18 من 100 يبقى جاوله على طول طلت في 22 على 7 فيه 63 فيه 2 يبقى يطلع الناتج بالنسبة لي 92 من 1000 طيب الـ 63 دي جت منين لو احنا جمعنا 36 زائد 9 بتساوي 45 45 و 18 بتساوي 33 و 60 دي النقطة اللي انا كنت بقولك عليها ان هنا بيعتبر بالنسبة لي جمعهم كلهم مع بعض وضربهم طلعوا بيساوي 92 من 100 سنتيمتر الكل ايه تكاين بعد كده بيقول لي منشور رباعي مسمط يبقى هنا الجزء اللي بالنسبة لي ده بيعتبر مسمط طول دلع قاعدته 2.3 من 10 سنتيمتر وارتفاعه 1.7 من 10 سنتيمتر مفرغ منه سوق بقطره 8 من 10 اجا اقول له على طول الحجم بيساوي حجم المنشور الرباعي ناقص حجم الاسطوانة طيب حجم المنشور الرباعي بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع اللي يدد التربيع في المعامل الحسابي في عين ناقص حجم الاسطوانة بتساوي مساحة القاعدة برضو في الايه في الارتفاع يبقى على طول 2.3 من 10 في 2.3 من 10 مضروبة في نفسها مرتين في 1.7 من 10 ناقص 22 على 7 في 4 من 10 في 4 من 10 الكل بيساوي في 1.7 من 10 الكل بيساوي 99 علامة 98 ناقص 85 من 100 بتساوي 8 واربعتاشر 100 من 100 إذن هنا حتى ممكن يكون هنا العلامة بالنسبة لي ممكن تكون دي 9 98 برضو يبقى في حتة التصحيح لأن صعب جدا 2.3 من 10 في 2.3 من 10 تطلع بتسعة علامة 98 فعلا ناقص 85 من 100 بتساوي 8 واربعتاشر من 100 سنتيمتر لكل تكعي بعد كده بيقول لي جزء مجموع على المخرطة قطر فوهته 2.4 من 10 وارتفاعه 5 من 10 سنتيمتر أقول له على طول مساحة الجزء المجموع بتساوي طه نقل كل تربيع إذن بتساوي طول الخط ألف زائد قطر الأعدة الصغيرة نفس الجزء المجموع اللي احنا خدناه قبل كده يبقى ألف بتساوي ألف جيم تربيع زائد بهجم تربيع بتساوي 5 من 10 تربيع زائد 1 و 2 من 10 تطلع بـ 25 من 100 زائد 1 و 4 بتساوي 1 و 69 تطلع النتج من تحت الجزء بتاته 1 من 10 يبقى أقول له على طول 22 على 7 في 3 و 1 من 10 بتاته 1 من 10 بتساوي 5 1 و 30 بيقول لي مخروط نقص قطر قاعدة الكبرى 3 سنتي والصغرى 2 سنتي وراسمه بيساوي 5 و 3 من 10 سنتي المساحة الجانبية بتساوي المحيط المتوسط في الراسم إذن المحيط المتوسط بيساوي طا مضروبة في قاف 1 زائد قاف 2 على 2 برضو أقول له الخطر الكبير بتلاتة زائد الخطر الصغير بـ 2 في 22 على 7 يبقى أو أخلص منها بتساوي 22 في 5 على 14 في 5 و 3 من 10 يبقى على طول بتساوي 41 و 64 من 100 سنتيمتر للكل تربيع على 3 في 22 على 7 في 45 من 100 في 45 من 100 في 45 من 100 بتساوي 38 من 100 سنتيمتر للكل تكعيب بعد كده مصورة قطرها 8 من 10 سنتي وارتفاعها 5 من 10 المساحة الجانبية بتساوي محيط القاعدة في الارتفاع يبقى على طول 22 على 7 في الارتفاع اللي هو 8 من 10 في 2 ونص بتساوي 13 و 7 من 10 بند 13 بقول لي منشور سداسي طول دلع قاعدته 1 و 6 من 10 وارتفاعه 1 و 1 من 10 سنتي يبقى اقدر اجيب المساحة بتاعته بتساوي محيط القاعدة في الارتفاع بعد كده 14 وده المنشور ده بيعتبر بالنسبة لي مهم 14 سمن القاعدة الواحدة بتساوي 4 جنيه يبقى 5 في 4 بتساوي 20 هنا المساحة بتاعته موجودة هي محيط القاعدة في الارتفاع ضاد في 6 في الارتفاع اللي هو عين 1 و 6 من 10 في 6 في 1 1 من 10 تلعت بتساوي 10 56 سنتيمتر لكل تربية هنا وصلنا بقى لحتة الجدول بتاع حصر الخمان شوف احنا حلينا كل ال14 بانده بسرعة وفي نفس الوقت برضو لابد من مراجعة البنود مرة واثنين وثلاثة حتى وان كان هناك بعض الارقام العلامات العشرية اللي موجودة فيها مش متزبطة ممكن انت من خلال تتابعك للقوانين ممكن تزبط العلامات العشرية البسيطة دي هنا وصلنا لحتة الجدول الجدول ده اللي هو بيعتبر جدول حصر الخمان اجا اقول له على طول البند وعندي مساحات البند وعندي حجوم البند وعندي اسمان طب جيت 8 منين جيت 8 عندي من 8 القواعد اللي هي كانت موجودة عندي اجا اقول له على طول يبقى اجمع المساحات كلها تلعت بتلتمية تسعة وخمسين بعد كده اجمع الحجوم اللي هي طلعت بواحد وخمسين واحد من عشرة بعد كده اجمع التمن اللي هو بيساوي عشرين جنيه بعد كده بقول لي الحجم بيساوي المساحة في السمك ده قانون ثابت اخد المساحة واضربها في السمك اللي هو واحد من عشرة تطلع بتساوي خمسة وتلاتين تسعمية بعد كده اقول له مجموع الحجوم بيساوي خمسة علامة تسعة تلاتة واحد زائد الحجوم اللي كانت موجودة عندي واحد وخمسين واحد من عشرة تساوي سبعة وتمانين علامة واحد وتلاتين من الف بعد كده اجا اقول له الوزن الكل الوزن الكل بالنسبان بيساوي سبعة وتمانين علامة واحد وتلاتين من الف اللي هو الحجم في الكسافة في عدد النمازج بيساوي 3524 علامة 76 من 100 جرام على السنتيمتر دكاية وهنا هنقف فوقفة بسيطة بالنسبة لنا بحيث لابد من الوصول لهذا التشتيب ليه اوصل التشتيب ده مهم جدا ان انا اشطى بالمؤيسة بتاعتي يبقى هنا في الجدول روح تجاي جاي بالمساحات كلها ويشترد دايما ويفضل دايما برضو انك انت وانت بتحل المؤيسة تروح جاي عامل ايه تيجي عند بند المساحات وتروح جاي حاطط له مربع بسيط كده وتقول ايه بند واحد مساحات بعد كده تيجي عند بند اتنين وتقوله بند اتنين مساحات بند تلاتة حجوم بند بيفضل دايما في حتة الحل بتاعت المؤيسة ان انا دايما اكون ايه اكون حريص عند الحتة دي ان انا ايه اوصف البند حتة توصيف البند مهمة طب وهتفيدني بايه بقى في حتة توصيف البند دي هتفيدني في حاجات كتير اولا لما اجا جمع البند بتاعتي ودي مهمة جدا اما اجا جمع البند بتاعتي اجا اروح جاي مجمعها بنود المساحات كلها وراء بعضها وبند الحجوم كلها وراء ايه وراء بعضها ويفضل ايضا انك انت ايه بعد ما تخلص التجميع في الجدول اروح جاي عدد بنودل ايه المؤيسة بتاعتي يعني احنا لو رجعنا للجدول تاني اهو ابص لقي عندي ايه ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمان مساحات طيب تمان مساحات وعندي خمس حجوم يبقى تمانية وخمسة كام تلتاشة وعندي بند تمان يبقى اربعتاشة لو انا رجعت للمؤيسة بتاعتي في الوصف لما انا قرتها في الاول خالص وبصت عليها لو انا رجعت للمؤيسة بتاعتي هبص لقي ايه ان انا كنت فعلا بوصف مؤيسة لابليك حائط عبارة عن اربعتاشر بند طيب الاربعتاشر بند دولا ممكن يزيدوا في عملية التجميع والتشتف الاخر استحالة استحالة يبقى لازم البنود التي يتكون منها الابليك هي نفس البنود التي تكون في نهاية الايه المؤيسة مايجيش واحد بقى يقول لي ايه ده انا وانا بحل المؤيسة كانت موجودة في مواصفات الورقة الامتحانية اربعتاشر بند طيب وانا بجمعهم تلعوا خمستاشر يبقى في خلل طيب وانا بجمعهم تلعوا 13 يبقى في برضو ايه بالنسبة لي خلل كل ده مهم جدا ولذلك في جدوى الحصر الخمات لو انا بصيت هلاقي في عندي 8 مساحات سبتين يبقى انا لو رجعت لكل بند هلاقي ان البند فعلا ده مساح لو رجعت للبند التاني هيعتبر بالنسبة لي مساح يبقى هنا اجمع المساحات كلها مع بعضها وبص لقي الحجوم يبقى 8 وخمسة 13 زائد السمن بيساوي كام 14 بعد كده جبنا السمن سمن بيساوي الوزن في سمن الكيلو على 1000 الوزن طلع 3524 يعني 3 كيلو ونص وحوالي 124 جرام و76 من 1000 فيه سمن الكيلو اللي هو 66 على 1000 ازا بتساوي 232 جنيه و63 قرش بعد كده اقول له سمن القواعد اللي هي 20 جنيه بجمعهم مع بعضهم عايزة اجيب بقى حساب الوجور العمال بيساوي عدد العمال في عدد الايام في الاجر اليومي يبقى 3 في 2 في 5 بتساوي 300 جنيه يبقى 3 في 2 ب6 في 50 بتلتمية نسبة المصاريف النصرية بتساوي سمن الخام اللي هو طلع 232 و63 على 12 على 100 بتساوي 27 جنيه بعد كده بجمع بقى سمن الخام ووجور العمال ومصاريف النصرية بجمعهم مع بعض طلعت كلها 565 بعد عايزة اجيب سمن الابليك النهائي او سمن الابليك الواحد بقى سمن ال565 على 5 يديني ثمن الابليك اللي هو طلع بـ 112 و11 من 100 بكده يكون انتهينا من المؤيسة كاملة والحمد لله ان هي تمت من خلال هذه الحلقة المميزة جدا ان احنا نهينا المؤيسة وجبناها لغاية التمن كنوع من انواع تدريب ابناء وبنات الطلبة على المؤيسة قبل الامتحانات تمنياتي لكم دائما بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة